ايضاً ايقونة نحتفي بها اليوم نحبها نتابعها نجمة عربية محبوبة من الطراز الفاخر وقبل الله نرحب فيها على خشبة المسرح نطلب من السيد الدكتور ميشيل ظاهر والسيدة أوليفيا فيلبس بالتفضل لتقديم الجائزة لنجمتنا اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 أتمنى أنكم تستطيع التفكير لأنني أريد أن أتحدث في عرب اليوم في الفترة دي الحقيقة هو أن الإنسانية محدش بيعلمها لك مش لازم يبقى فيه بتكتب رولز للإنسانية الإنسانية أنت بتتولد بيها وبتبقى جواك وبتبقى عارف أي رولز بتاعتها من غير ما يبقى فيه تحطي لك يعني إيه أنك تبقى إنسان هي دي بس شكراً جداً مرسي دكتور ميشيل قوي قوي أنا فرحانة أن النهاردة فيه إنجاز أو مساعدة ولو حتى بسيطة هتحصل لشعب فلسطين هم بيستحقوا مننا كل كل الدعم بيستحقوا مننا الحقيقة حاجات كتير وبتالي كلنا أثرنا في حقهم كتير على مدار سنين كتير أتمنى أن يكون كل العالم صحي شاف الحقيقة وعرف يعني إيه إنسانية الإنسانية ملهاش رولز الإنسانية بتتولد جواك أو لا شكراً جداً شكراً لنجمة مونة زكي شكراً سيدة الدكتور ميشيل ظاهر و سيدة أوليبيا فليبس فقط لترسلت قريباً ما مونة قلت إنسانية كتيراً إنسانية كتيراً كتيراً أن الإنسانية لا يستطيع التعلم إنه شيء يجب أن يكون معك أنك تصدقها أنك تشعرها أنك تشعرها أنك تشعرها نحن نحن إلى الناس والأطفالسطين ونحن نعلم إلى الناسطين ونحن نستطيع أن تشعرها ونحن نشعرها ونحن نشعرها حتى النهاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر